اشتركوا في القناة أبناء الطلب الأعزاء طلاب الصف الثامن حياكم الله في لقاء جديد ودرس جديد من دروس مادة الاجتماعيات الكويت والعالم الإسلامي ما زلنا مع المشكلات والتحديات السياسية التي تواجه دول العالم الإسلامي واليوم بإذن الله تعالى نتناول مشكلة الحروب والدمار التي وقعت وتقع في كثير من دول العالم الإسلامي أولا نحل هذا النشاط من خلال الصور الأمامي تتحدث عن أي مشكلة هذه الصور شايفين كبة الصخرة ووجود من أراضي فلسطين ووجود الأقصى عالم فلسطين وهنا أطفال الحجارة طيب من هذه الصور لخص ما درست في موضوع مشاكل الحدود السياسية كنموزج آخر لدولة عانت من الحروب والدمار نقدر نقول دولة ايه؟ ها مشكلة فلسطين احسنتم تمام؟ مشكلة فلسطين مشكلة الكويت مشكلة البوسنة والهرسك وهكذا كلها دول عانت من الحروب والدمار ما هو الحدث التاريخي الذي حدث في دولة البوسنة عام 1992؟ طبعا عندنا فيديو لكنه في مشاهد صعبة للحرب التي حصلت في البوسنة والهرسك ولكن محاولة في البوسنة والهرسك في عام 1992 هي الحرب التي قامت وشنتها دولة تربيا على البوسنة والهرسك أين تقى البوسنة والهرسك يا أولاد؟ موقعها وين على خريطة العالم الإسلامي؟ هذه قارة أفريقيا وهادي قارة أسيا وهذه قارة أوروبا البوسنة والهرسك دولة إسلامية في قارة أحسنتم في تقع في قارة أوروبا هذه مكان البوسنة والهرسك يا شباب وطبعا هي دولة واحدة وليست دولتين دولة واحدة اسمها البوسنة والهرسك شنتها القوات الصربية على دولة البوسنة والهرسك في معسكر يسمى معسكر أومارسكا هذا المعسكر الذي كان مركزا لأتقال وتعذيب المدنيين البوسنيين والكروات على هذه القوات الصربية إذن ما يربح حرب البوسنة عام 1992 استمرت هذه الحرب حتى عام 1995 وتسببت في إبادة أكثر من 300 ألف مسلم باعتراف الأمم المتحدة نفسها أن هذه الحرب أدت إلى مقتل أكثر من 300 ألف مسلم من دولة البوسنة هذه طبعا بعض الصور للشهداء والأهالي الشهداء وهكذا طبعا نتاج المترتبة على حرب البوسنة إغلاق معسكر أومارسكا اللي كان خاص بالتعذيب أيضا إبادة أكثر من 300 ألف مسلم المشكلة الثانية عندي وهي مشكلة حروب الصومال أين تقع الصومال كما مرى الصومال أو الأفريقية تقع في شرق أفريقي أحسنتم هذه الصومال طيب الذي حدث في الصومال هو نوع مختلف من الحروب وهي حروب أهلية حروب داخلية داخل البلد نفسها تمدلع بين طوائف في المجتمع الصومال عام 1900 وقعت هذه الحروب عام 1991 في الصومال التي أدت إلى حدوث مأساة كبيرة وفتكت بالشعب الصومال تمام ترتب عليها موجات من الجفاف التي تلت هذه الحروب والمجاعة التي اقتاحت البلاد دون نسمة من الشعب الصومال هذه الحروب الأهلية كما نرى هذه بعض الصور التي تدل على أحداث الحرب والمجاعات التي حدثت بعد هذه الحرب طبعا من أقوال السكرتيري العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت اللي هو أنطونيو غوتريس كان بيتكلم عن الأزمة الموجودة في الصومال الناس تموت هنا ويجب على العالم أن يتحرك الآن لوقف هذا واصفا وجود الصراعات والجفاف وتغير المناخ والمرض ووضاء الكوليرا في مكان واحد بالكابوس ويجب على العالم أن يتحرك الآن لوقف هذا طبعا نقول له هو سكرتيري الأمم المتحدة أنطونيو غوتريس نتاج الترتبط على الحرب الأهلية في الصومال الجفاف والمجاعة وأيضا مقتل أكثر من مليون نسمة كن بعملية حسبية لتستنتج العام الذي حدثت فيه الحرب الأهلية في الصومال طيب 1900 زائد 91 الناتق يكون 1991 هذا العام الذي قامت فيه الحرب الأهلية في الصومال أما حرب البوسنة كانت بعدها بعام 1992 ما المقصود بالحرب الأهلية الحرب الأهلية طبعا هي عبارة عن حروب داخلية بين الدول هي الحرب الداخلية في بلد ما التي يكون أطرافها جماعات مختلفة من السكان من قال هذه العبارة الناس تموت هنا أنطونيو غوتريس وهو السكريتير العام للأمم المتحدة ما دور من الضموة التعاون الإسلامي في حرب الصومال الأهلية؟ من الضموة المؤتمر الإسلامي؟ ماذا فعلت؟ وما كان دورها؟ الطبع الإسلامي تمثل في تقديم الدعم المادي مساندة قضايا المسلمين في المحافل الدولية عندي طبعا ارتفاع عدد المشردين والنازحين في الصومال جراء التي اندلعت كما نرى في الصور التي أمامنا قامت داود الكويت بتقديم مساعدتها عبر عدة مراكز ومؤسسات خيرية من بينها جمعية الهلال الأحمر الكويتي طبعا ما دور من الضموة التعاون الإسلامي في حرب الصومال نجد أنها قامت بمدية العون والمساعدات وانشاء منظمة خيانية لمساعدة الدول التي تعرض للحروب والمجاعات وتساعد بنحضة هذه الدول ونحمد الله عليها نعمة الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين أدامها الله علينا دائما وأبدا وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس اليوم نترككم في رعاية الله على أعمال لقائبكم في درس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة